استقبل خادم الحرمين الشريفين ملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود في قصره بالرياض اخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوفه الكرام في المملكة العربية السعودية عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين واخوانه اصحاب الجلالة والسمو اجتماعا جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم المملكة والدول الشقيقة حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز اهل سعود ولي وولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الامين العام لمجلس الامن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمول ملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمول ملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمول ملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمول ملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبان وأعضاء الوفود الرسمية المرافقة لأصحاب الجلات والسمو ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف ابن راشد الزياني